أستاذ كيحل قررتم الانسحاب من الحكومة بعد عام ونصف على تشكيلها ما هي مبرراتكم في هذا القرار؟ ولن المبررات هي تتمثل في توطر العلاقة بين حزب الاستقلال ورئيس الحكومة حيث أنه منذ المؤتمر السادس العشر للحزب هناك قيادة جديدة بتصور جديد تتمثل فهوم الدستور الجديد في العمل الحزبي المبني على الوضوح على الصراحة على النقد الذاتي فرافعنا مذكرة إلى رئيس الحكومة وهذه المذكرة فيها مجموعة من الاقتراحات العملية من أجل تجويد الأداء الحكومي من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية من أجل حكومة قوية تتجاوب مع التحولات الدستورية التي عرفها المغرب إلا أنه التعاطي مع هذه المذكرة كان بتعاطي بمنطق دستور ما قبل 2011 أي أنه هذه مزايدات سياسية وهذا خطاب عادي وهذا واحد نوع من ضغط على الحكومة وأنه ما وصلتش الإشارة بأنه الربيع المغربي هو ربيع الحزبي طلق من حزب الاستقلال بقيادة جديدة قيادة شابة لها مسؤولية تمثيل المؤسسات ولا يمكن أن نرتكن إلى الانتظارية لذلك قدمنا المذكرة الأولى في يناير والمقدمة المذكرة الثانية في مارس وهي مجموعة من الاقتراحات العملية وإذا به نواجه بخطاب مبني للمجهول يرجع الأزمة إلى العفاريت وإلى التماسيح وليس هناك أي إجراء عملي وكأننا لسنا في أزمة اقتصادية طيب كيف تردون على من يقول بأن توقيت هذا القرار هو توقيت غير مناسب بالنظر إلى الظرفية التي تمر منها البلاد أولا مسألة المجلس الوطني ينعقل في دورة عادية وقد أمهلنا الحكومة منذ المذكرة الأولى بأن المجلس الوطني سيكون حاسما ولكن هناك من اعتبر أن هذا نوع من المزايدة وهناك من اعتبر أنه نوع من الضغط على الحكومة لأننا عندما قدمنا المذكرة قدمناها بناء على نبض كل الاستقلالين واستقلاليات ونبض الشعب المغربي الذي يريد أن ينجح هذه التجربة عقب تحول دستوري أساسي لذلك اعتبرنا أن هذا القرار هو قرار أولا ديال الحزب استقلال الذي يرتكن إلى المؤسسات ويعمل بالمقرارات المؤسسات حيث أنه لم يكن من داخل قيادة الحزب النوع من البناء القبلي للقرار القرار تأخذ داخل المجلس الوطني بناء على القرار الذي كان تقريبا إجماع ديالكل المتدخلين ديالعريضة قدمت إلى قيادة الحزب من طرف أعضاء المجلس الوطني لتتبهين على أن هناك توجه عام داخل الحزب للخروج من هذه التجربة الحكومية طيب هل هذا القرار نهائي ولا رجعت فيه أم يمكن العدول عنه في حال تمت الاستجابة لمطالبكم من قبل رئيس الحكومة لا بد أن أخبركم من خلالكم الرأي العام على أن اتخاذ هذا القرار كان مشفوع بالاعتماد أو بالرجوع إلى الفصل 42 من الدستور الذي يعتبر أن صاحب الجلالة هو رئيس الدولة وهو المؤتمن على السير السليم لمؤسسات الدستورية وعلى الاختيار الديمقراطي وبالتالي أنه تنسجله بأتيزاز وفخر تتبع صاحب الجلالة القرار دي الحزب الاستقلال حيث اتصل بالأمين العام لحزب الاستقلال وأكد على ضرورة مواصلة وزراء الحزب مسؤوليتهم في الحكومة حين رجوع صاحب الجلالة إلى أرض الوطن واستقبال الأمين العام لحزب الاستقلال من أجل التذاكر في كل هذه القضايا التي تهم السير العام للمؤسسات الدستورية ومن بينها الحكومة الحالية عبدالقادر الكيحل القيادي بحزب الاستقلال شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات